استضاف الأردن اجتماعا وزاريا ضم الوزراء المعنيين بشؤون الطاقة في كل من الأردن وسوريا ولبنان تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية وقدمت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الطاقة في العاصمة الأردنية عمان خطة عمل وجدول زمني لعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا إضافة إلى أجراء الدراسات الفنية وإعداد الاتفاقات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد من أجل لبنان اجتمعوا في عمان اجتماع ثلاثي ضم وزراء الطاقة في الأردن وسوريا ولبنان حيث تم وضع خطة عمل محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية الدراسات الفنية بدأت وتم التوافق على الترتيبات اللازمة للبدء بعملية التزويد عقدت الفرق الفنية في اليومين الماضين عدة اجتماعات من أجل الوصول إلى خارطة الطريق اللي اليوم إحنا وافقنا عليها ورح نمشي فيها إن شاء الله وتنتهي بانتهاء أعمال التأهيل للبنية التحتية البنك الدولي تكفل بتغطية نفقات تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان ذللت جميع العقبات التي تقف في طريق المشروع تصدير الكهرباء الآن بات مرهونا بانتهاء تأهيل البنية التحتية في سوريا بعد الدمار الذي أصابها خلال الحرب السورية بتأكيد هناك في بعض المعوقات لكن نحن في سبيل طبعا حل مشكلة مع أخوتنا في الجانب اللبناني باشرنا مباشرة بإعادة تأهيل هذا القط إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي بين شبكات الدول الثلاث خطوة في الاتجاه الصحيح يقول مختصون ويتوقعون أن تصل الكهرباء الأردنية إلى لبنان بداية العام المقبل هناك أعمال ما زالت تجري على إصلاح الشبكة السورية التي تقف عائق الآن ما بين تصدير الكهرباء من الأردن إلى سوريا وبالتالي أيضا الأردن قادر على إيصال كميات أكبر من هذه الكهرباء ويأتي الاجتماع في أعقاب اجتماع رباعي ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصري أيضا إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لبنان أحوج ما يكون اليوم إلى مساعدة دول الجوار له اجتماع عمان يعد بتوفير حاجة لبنان من الطاقة الكهربائية اجتماع يهدف بشكل أساسي للبدء بالسجرار الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان ليث جمور العربي عمان ليث من عمان سيبقى معنا وستنضم أيضا إلينا من بيروت جويس الحاج خوري مرحبا بكم ليث الدراسات والترتيبات تمت كما قلت في التقرير بدأ عملية التزويد متى يفترض أن تتم بدر يعني كما كان معلن من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم من خلال وزراء الطاقة للدول الثلاث بأنه متوقع على مدى الأشهر القريبة القادمة متوقع في بداية عام 2022 أن تبدأ الأردن بسجرار الكهرباء عبر سوريا إلى لبنان اليوم الأمر منوط بسوريا وبقدرة وزارة الطاقة السورية على تأهيل البنية التحتية التي تضررت كبيرا وكثيرا لربما خلال الحرب السورية ما أن أنهت وزارة الطاقة السورية تأهيل البنية التحتية فالأردن كما أعلنت اليوم وزيرة الطاقة هالزواتي جاهز فورا لأن يبدأ بسجرار الكهرباء إلى لبنان والتي أكدت أيضا أن الكميات التي سيوردها الأردن وسيستجرها إلى لبنان هي كميات كبيرة تستطيع أن تكفي حاجته اليومية والأردن قادر على أن يستمر في هذه العملية من أجل أن يكون هناك لربما حل لجزء من هذه الأزمة التي تعيشها لبنان وتحديدا في موضوع الطاقة والكهرباء اليوم نتحدث عن شقين في هذا الموضوع بدر عقب هذا الاجتماع كانت هناك اجتماعات للجان فنية أكدت أنها وضعت خطة لتبدأ العمل بشكل فوري قبل هذا الاجتماع كان هناك اجتماع آخر في عمان قبل أسبوعين تحديدا ضم أربعة وزراء من ضمنهم وإضافة لهم وزير الخارجية المصري لأيضا لينقل الغاز المصري عبر شبكة خط الغاز العربي المنشأة في عام 2000 من مصر إلى الأردن ثم سوريا ثم إلى لبنان فنحن نتحدث عن مرحلتين مهمتين سيبدأان خلال الأشهر القادمة الغاز المصري الكهرباء الأردنية وهذا كما قالت اليوم وزيرة الطاقة وأيضا كما أكد على كلامها وزير الطاقة الأردنية وأكد على كلامها وزير الطاقة اللبناني أنه سيكون جزءا كبيرا من حل المشكلة والمعضل الكبير التي تواجهها لبنان بخصوص الطاقة والكهرباء تحديدا نعم في بيروت جويس هل السلطات المختصة جاهزة لبدأ عملية استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا؟ تحتاج تحديدا محطة كسارة في البقاع إلى إعادة تأهيل بحسب المعلومات وهذا سيجري بتمويل من البنك الدولي ولكن حتى هذه الساعة هذه العملية لم تبدأ يتوقع أنه في الثلاثة الأشهر المقبلة أن يتم التوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على عمليات التأهيل إن كان في لبنان وإن كان في سوريا فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية من الأردن وفيما يتعلق أيضا بخط الغاز من مصر ولكن أيضا هناك سؤال أساسي يطرح اليوم في الشارع اللبناني خصوصا في ظل صفقة النفط العراقية التي أبرمها لبنان والتي بدأ يلمس نتائجها كان يفترض أن تؤدي هذه الصفقة إلى زيادة التغذية بما يعادل أربع ساعات من التغذية يوميا إلا أن هذا الأمر لم يحصل فقط هذه العملية أو هذه الاتفاقية أدت إلى عدم انقطاع أو انفصال الشبكة بشكل تام وهنا تطرح الأسئلة عما إذا كان ما سيأتي من مصر والأردن سيتم فقط الاعتماد عليه من دون الاعتماد على المعامل الموجودة في لبنان وبالتالي تكون العملية ليس زيادة التغذية وإنما الإبقاء على عمليات التغذية علما أنه بحسب المعلومات فإن ألف ميجاوات سيتم استجرارها من الأردن يوميا للبنان وهو اليوم يعتمد على ما يقارب الثمانيمائة ميجاوات يوميا وبالتالي يفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين كبير في عمليات التغذية بالتيار الكهربائي ولكن السؤال الأبرز هو عن حال المحطات وعن حال المعامل ما إذا كانت ستبقى على حالها أو أنها ستحتاج إلى مزيد من إعادة التأهيل ومزيد من الصيانة بما يتخطى المدة المنصوص عنها وبما يتخطى المبالغ المرصودة لها جونس الحاج غوري من بيروت ليث لجبور من عمان شكرا لكم اشتركوا في القناة